السفينة تغرق وقوارب النجاة تحطمت ست سنوات من الحرب اهلكت ودمرت البنى التحتية في اليمن لسيم القطاع الطبي ليأتي فيروس كورونا الى جانب امراض واوبئة اخرى ليفاقم معاناة اليمنيين ويفتق بهم الاوبئة تحصد الارواح ولا وجود لاطباء في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بينما ينشغل المتحاربون بفتح جبهات قتال جديدة تخلف مزيدا من الضحايا ومزيدا من الدمار في بلد لم يعد يحتمل المزيد من ذلك منظمة اطباء بلا حدود اعربت عن قلقها العميق من انتشار وباء كورونا في اليمن مؤكدة انه من المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشاره في البلاد نظرا لانهيار القطاع الطبي بسبب الحرب الاهلية اما وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك فقد حذر من ان الوقت في اليمن بدأ ينفذ امام محاولة احلال السلام وانقاذ ما يمكن انقاذه على النقيض من ذلك تشتعل جبهات القتال وتستعيد الات الحرب عنفها ودمويتها فالمجلس الانتقالي الجنوبي يحاول استثمار جائحة كورونا ليحكم قبضته على مناطق سيطرته عبر اعلانه ما اسماه الادارة الذاتية لمحافظات الجنوب وهو الاعلان الذي وصفه محللون بالمحاولة الجديدة لانفصال الجنوب اليمني ومن ثم تفجر الموقف العسكري على نحو المفاجئ بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين بالطبع فان الحوثيين لم يتركوا تلك الفرصة السانحة بانشغال خصومهم بحرب داخلية بينهم فانطلقت الميليشيات الحوثية لاشعال المواجهات مجددا مع القبائل في محافظة البيضاء وبحسب تقارير دولية فان هناك مخاوف من تحول اليمن الى بؤرة اشد فتكا لفيروس كورونا في ظل انهيار الخدمات الصحية ما ينذر بكارثة كبرى قد تمتد تداعياتها ليس فقط الى منطقة الشرق الاوسط وانما الى العالم اجمع اشتركوا في القناة